اشتركوا في القناة الى الدور نصف النهاي من بطولة الهند المفتوحة باشرف الاتحاد الدولي للعبة وبمشاركة 300 مقاتل ومقاتلة من دول مختلفة من القارة الاسعوية الارادة والعزيمة التحدي والاسرار كان عنوان فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة فمن الاراضي الهندية حظي الفريق بلحظات تاريخية ليصل بالرياضة القتالية الى المنصات الاسعوية ليرتفع اسم البحرين في المحافل القرية فقد استطاع كل من الاخوين حسين وحسن عياد وفهد عبد الرزاق وعبد الله سينة من التأهل الى الدور النصف النهائي من بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة بعد تقديم مستوى اكثر من رائع ووصولهم بكل جدارة واستحقاق بفوزهم في الدور الاول والثاني والوصول الى الادوار النهائية بفئة 57 كيلو جرام فايت كان افضل من الاول يعني ان حسيت ان اللعبته اياه كان افضل من الاول واحد لعب معه حتى ان صادني ضربة فيها كانت قوية شوي بس الحمد لله قدرت تعوض اياه يعني ما تأخرنا وهي نفس المادلة مرة الاولى اشي واجه زين حقينا انها اكون مرتاح اريح اكثر عندي يوم كامل اريح حق باتر وان شاء الله باتر نكمل ونرفع عالم الديرة ونخلل كل فخوابنا واهل الفوز حق اسمو الشيخ خالد ومدربيني كابتر رضا الدار رينات اهلي امي واهل البحرين كلهم ممكن يكون انك كل ما تتقرب للنهائي تكون الفايتات البرشور ما لها اكثر خد يكون المخل الخصم مو صعب عليك بس انت تدخل في جو المنافسات فيصير ترسع عليك اكثر ضغط مباريات اكثر فمو كل خطة انت حاسبنها في المباراة تمشي مثل ما بغيت فلازم تكون ان انت جاهز انه تتغير في اي وقت فوز اذا الحكم يرفع يدك ما في شعور يعني يقول لك عمو اعرشون اوصف لك الشعور يعني بس حمد الله يعني رفعنا على مديرة بيضنا وي الشيخ ان شاء الله الشيخ حاطه مال فيه انه وايدش حمد الله يعني بيضنا وي حمد الله رفايت بدى وايد زين حقي لو حط انك هون عشوائي في الضربات يعني بدون ما اشوفه يقل عليك شوتي يقل عليك بوكس فحاولت ابتعد عنا شوي في البداية خليتي تعب روحه يكشف روحه شوي نطرت يكشف يده اليمين عشان انزل تحته ونزله في الارض وفي فئة سبعين كيلو جرام تمكن المقاتل عيسى العميري من التأهل الى الدور الثاني من البطولة وذلك بعد فوزها على المقاتل مشتبى دريل ليحقق بذلك فوزه الاول مع الفريق في المشاركات الخارجية والله الفايت كان يعني نوع من البداية كان ريلاكس بس مرة ثانية كلمونا التوجيهات من المدربين الحمد لله اجتهادنا الحمد لله رب العالمين على هالنتيجة والله يعني الشعور لا يصف لنا احنا نوعا ما سيطرنا على البطولة اول يوم عندنا في وزن 75 كيلو 57 كيلو ثلاثة من اربع لاعبين في نص نهاي يعني واحد بس من لاعبنا ان شاء الله وان تو ثري لنا وبعيدا عن المنافسات شهد الاكسبو في يومه الثاني حضورا جماهيريا كبيرا من محبي وعشاق الرياضات القتالية بالاضافة الى رياضة كمال الاجسام باستقطاب المع الرياضيين ونجوم السينما لتنجح الهند في تنظيم اكبر الاحداث والتجمعات الرياضية بتاه الاربعة مقاتلي من فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء الى الدور النصف النهائي من بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة يزدل الستار عن منافسات اليوم الاول حزم الشيخ لتلفزيون البحرين مدينة مومبي الهندية تاهل فريق المحرق رسميا للمرابعة الذهبي لدورزين البحرين لكرة السلة وذلك رغم خسارته امام النويدراتة بـ 91 نقطة مقابل 84 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة اتحاد كرة السلة في ملحصة فيما وصل الناد الاهل انتصاراته بعد تغلب على النجمة بتسعين نقطة مقابل 81 نقطة